اشتركوا في القناة 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 بصراحة سواء انتزم الكاوي او اهلاوي استمتع باللي راح تشوفه من كرة قدم نحكي عن توقيت المباراة ونحكي عن جوائز المباراة وبنحكي عن نقل تلفزيوني بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستكون مباراة الساعة11 بالليل يوم الجمعة القادم 8-3 هتكون مباراة منقولة على قنوات السعودية المشفرة طبعا تذاكر تم بيعها الكترونيا طبعا انتو بتحكي عن الزمالك وبتحكي عن الاهلي بتحكي عن افريقيا العرب اسيا كله بتابعها المباراة مباراة مرتقبة مباراة نهائي 90 دقيقة حتعيشنا احنا 90 دقيقة بكورة القدم هنشوف الجوائز الضخمة جوائز كبيرة تم رصدها من السيد التركي آل الشيخ لهي المباراة جوائز المباراة الضخمة جدا بيستاهلوا نهائي كأس مصر بيستاهل جماهير مصر تستاهل جماهير الفريقين تستاهل كورة قدم بتخليك تستمتع تستاهل اكيد تستاهل شكرا شكرا من القلب عن جد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعود مملكة عربية السعودية شكرا من القلب 100 ألف دولار لكل نادي في هيئة البطولة 100 ألف دولار لكل نادي للزمالك وللأهلي 100 ألف دولار 350 ألف دولار للبطل لبطل الكأس 350 ألف دولار حيكون 150 ألف دولار للخاسر يعني حتى الخاسر مستفيد حتى الخاسر بياخد جواز يعني تخيلوا أنتم بتلعب بطولة بتستمتعوا بالجماهير بتستمتعوا بالأجواء بتستمتعوا بكل تفاصيل بطولة نهاية كأس مصر نهاية كأس جمهورية مصر أيضا في جائزة الكبيرة جائزة الكبيرة كتير هاي موسم الرياض هاي جائزة إضافية من موسم الرياض 500 ألف دولار أيضا هتكون للفريق الفايز يعني تخيلوا الفريق الفايز هيطلع بمليون دولار حقه عم يلعب كرة قدم عم يبتعنا عم نستمتع واصل لنهاية كأس مصر عم يلعب نهاية كأس مصر أكيد حقه التوفيق أكيد جائزة أفضل لاعب هتكون خمسين ألف دولار أيضا من موسم الرياض تخيلوا كم كاميرا فيديو أو كم كاميرا تصوير موجودة هتكون تغطي مباراة نهاية كأس مصر في المملكة العربية السعودية بين الأهلي والزمالك أربعة وأربعين كاميرا موجودة بمحيط الملعب جو الملعب 28 كاميرا هتكون على المستطيع الأخضر 28 كاميرا الباقي هتكون على مدرجات هتكون على المنصات هتكون على بعض اللاعبين كاميرا مخصصة باستخيلوا 28 كاميرا بالملعب هتغطي مباراة تخيلوا شو ليسا بدنا كمان طبعا يقال يقال سيتولى أخراج هاي المباراة طاقم طاقم إسباني سيتولى أخراج هاي المباراة طاقم إسباني وأمريكي وعدد كبير من الموجودين أيضا حتى المملكة العرب موجودين 130 شخص تقريبا هيكونوا موجودين بنقل التلفزيوني لهي المباراة أكيد عندك 44 كاميرا أكيد حيغطيها عدد كتير كبير ولكن أنت حتجيب ناس من بره المملكة وحتجيب ناس من العرب حتى يستفيدوا الخبرة الكافية بصراحة شغل جبار سيد تركي علي الشيخ شكرا من القلب الأهل والزمالك بتمنى لكم توفيق الجماهير راح يحضروا استمتعوا انبسطوا توقعوا النتيجة هلأ بدي عنكم التعليقات توقعوا النتيجة بدي أتوقع ولكن الشاطرة اللي راح يجيبها عمفكر أهدي شغلة هيك ما بعرف لنشوف عمفكر أهدي بيأتي شيرت الأهل يأتي شيرت الزمالك شو رأيكم ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا